كما تمكنت عناصر فرقة البحث وتدخل بأمن ولاية جيجل من توقيف شخصين يبلغان من العمر 32 سنة و29 سنة بحوزتهم كمية من الأقراص المهلوسة قدرت بأزيدة من 1800 قرص من مختلف الأنواع هذا وقد تم التحقيق مع المشتبه فيهما وتم تقديمهما أمام الجهات القضائية ميكروفون أيمن عبد الرحيم مفادها نشاط مشبوه لمجموعة من الأشخاص في مجال متجرة في الأقراص المهلوسة بطريقة غير مشروعة عبر إقليم الإختصاص وذلك باستغلال ظرف الليل تحرياتنا المكتفة أفضت إلى تحديد هوية المشتبه فيه الرئيسي وهو مسبوك قضائيا في هذا النوع من الإجرام بعد نصب كمين محكم في حدود الساعة التاسعة والنصف الليل تمكنت عناصر من توقيفه رفقة شريكه على متل مركبة كانت تستعمل في عملية النقل وحجز 1886 قرص من المؤثرات العقلية من مختلف الأنواع